ليس العراق الوحيد المتضرر من قطع إيران مياه الأنهار وتغيير مجراها لمناطق ومدن بعينها محافظات عدة يقتنها العرب والأكراد وقوميات أخرى تعاني حاليا من جراء عمليات التعطيش التي تمارسها السلطات الإيرانية ضدهم على وقع هذا الجفاف خرجت تظاهرات في عدة مدن في محافظة جهار محل وباختيار جنوب غرب إيران وهي مناطق تسكنها القومية الكردية احتجاجا على مشاريع مائية ينفذها النظام الحاكم مصادر صحفية نقلت عن ناشطين إيرانيين اتهاماتهم للسلطات بسرقة المياه وتحويلها إلى مدن أخرى من أجل رفض مشاريع يعود ريعها إلى الحاس الثوري الإيراني في مدينة أصفهان كان المشهد مختلفا كثيرا عن غيرها من المناطق مع ارتفاع حدة الهتافات وتعمق موجة الجفاف التي تضرب المحافظة وسط تحويل السلطات لنهرها الرئيسي ما أدى إلى جفافه وتدهر أحوال الزراعة والمزارعين الذين انتفضوا كما لم ينطفضوا من قبل انتفاضة أصفهان لا تختلف بالجوهر عن انتفاضة مناطق الأحواز العربية التي تعاني كغيرها جورا مضاعفا فرغم غيناها بالنفط والمياه إلا أن السلطات تصر على حرمان الأهالي من الاستفادة منها كل ذلك يجري تنفيذا لمشاريع تغيير ديمغرافي في المناطق العربية كما تكشف المعارضة الأحوازية على الجانب الرسمي الإيراني لا تبدو الحكومة مكترثة حتى الآن بمطالب المتظاهرين ما يعني أنها ماضية في سياساتها وقد يقع المحظور مرة أخرى في تكران لسينياريو قمع التظاهرات عام 2019 لكن الفارق بين اليوم والأمس أن جفاف والفقر يهددان بشكل أكثر إلى من مناطق واسعة في إيران ما يهدد بطوفان بشري قادم ضد سياسات النظام الحاكم